الآن الساعة 9 صباحا بتوقيت القاهرة مع الدبع موجز الأنباء مع مصطفى تفضلي مصطفى شكرا لكي منه التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في دراسة تدعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي لبلورة السيناريوهات المتوقعة بهدف التغلب على التحديات والحفاظ على المسار الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية المحلية على المستوى الوطني كما وجه الرئيس خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السعدي من أجل جذب مزيد من الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني أذلك تحقيقا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في مسيرة التنمية بما توافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنية إلى السيدة ليز تراس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية وتمنى لها وافر التوفيق في أداء مهمتها الجديدة وقد عرب السيد الرئيس عن تطلعه للعمل والتعاون مع رئيسة الوزراء الجديدة ترسيخا لمسيرة العلاقات الثنائية التاريخية بين الجانب المصري والبريطاني لما فيه من صالح الشعبين ولأمن واستقرار وسلام العالم عقد مجلس أمناء الحوار الوطني خامس جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وقد استعرض المجلس السيرة الذاتية والتخصصات والتوجهات السياسية لـ 350 مرشحا استقر بالإجماع على اختيار 12 مقررا ومقررا مساعدا للمحاور الثلاثة الأساسية وللجان المحور السياسي بالحوار الوطني وقد أوضح البيان أن المجلس سيعقد جلسته القادمة يوم السبت القادم من أجل اختيار مرشحي اللجان الفرعية للمحورين الاقتصادي والمجتمعي بحث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وضع آليات لتحفيز المشروعات الصناعية المحددة وقد أكد على ضرورة تعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار من أجل جذب الصناعات المستهدف توطينها في مصر أو من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية وقد شدد على ضرورة التركيز على الصناعات التي قد نضطر إلى استيرادها من الخارج أعلن مدير الوكالة الزورية للتقذرية رافايل جروس أنه سينشر اليوم تقريرا عن نتائج مهمة الوكالة إلى محطة زابوريتجا للطاقة النووية الوقاعة جنوب أوكرانيا كان وفد من الوكالة قد زر المحط يوم الأربعاء الماضي وعشر إلى أنه تم انتهاك سلامة محطة الطاقة النووية في زابوريتجا عدة مرات وأن وفد من الوكالة سيبقى هناك لتقييم الأضرار في هذه المحطة قال رئيس الأمريكي جو بايدون أنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب من جهتها حذرت الخارجية الروسية من أنه حال أقدمت واشنطن على إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب فإن ذلك قد يؤدي إلى قطع العلقة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية احتشد عشرة الأشخاص أمام مقار إقامة رئيس الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء كانت تراس قد وعدت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض أسعار الكهرباء خلال الأسبوع الأول من توليها رئاسة الوزراء والعمل على خفض قيمة الضرائب هناك أعلن رئيس التونسي قيس بن سعيد أنه سيتم وضع مشروع نص جديد لقانون الانتخابات التونسية وقد أوضحت الرئاسة التونسية أن سعيد التقى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر من أجل بحث استعدادات الهيئة لموعد 17 من ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب التونسي نهاية الموجز نعود مرة أخرى استكمال باقي فقرات صباح الخلي مصر ترجمة نانسي قنقر